شارك معالي الدكتور علين نعيمي رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي في ملتقى طنجة للحوار نحو التنوير المشترك الجديد المنعقد في مدينة طنجة بالمملكة المغربية اليوم ويناقش الملتقى عددا من القضايا الراهنة والملحة ذات العلاقة أو العلاقة بموضوع التعايش والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات وقال معاليه خلال كلمته في افتتاح المؤتمر إن العالم اليوم يحتاج إلى الحوار ونبذ العنف والكراهية والتطرف من أجل العيش في سلام وحرية كما يناقش الملتقى الذي سيختتم أعماله بإعلان طنجة الأفاق على المدى القريب والمتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا